ماذا اشتريت الفستان هذا بصراحة وشنو هو البراند مالتي هو البراند ايطالي معروف من زمان يعني صار له فوقل تقريبا 18 سنة واني لبسه من ايام يعني لما كنت موجودة بلبنان هذا البراند مو الجامبسوط نفسي البراند فعنده افرع بكل عالم فاني صراحة لما ادزت الدعوة الي فقلت ااني راح اروح اخذ فستان بعدين فكرت قلت الكل راح يلبس فستان فما راح اكون ااني شي مميزة او شي مختلفة وبعدين بكل مهرجان اكون لابسه فستان لابسه فستان لابسه فستان وفيه فرق اريد احتي بالموضوع انه ااني مدعوة وليس مكرمة المكرم اللي راح يصعد على الاستاج ممكن يلبس فستان طويل وفستان ضخم بس المدعوين عادي ممكن يلبس جامسود ممكن يلبس بانطارون وجاكت مرتبة يعني عادي عادي هذا الموضوع ااني مو مكرمة لحتى اصعد واشوف للعالم انه الفستان الضخم والفقامة فكنت بي دوباي مول فهم عندهم فرع هناك من هما؟ اليزابيتا فرانكي هي البراند فسألت هي قلت له شنو النيو كولكشن اللي نازل قالت لي اللون البترولي اللي بلو لانه هما كلهم فكرون هو لانه ضيق وهاي بس هو الخامة ماتة جدا ثخينة لانه هى سوت لفايل وينتر خريق و شتاء الفين و اربعة و عشرين فااااااااااا استفز هذا الموضوع فاشتريته ترددت جيت على بغداد في كذا محل كذا مصمم يعني ما اخذين مصممين عرب فقلت يلا راح ألبس أخضر فتحت التليفون ده شوف شنو المهرجانات شنو اللابسين بي لقيت أحد المشهورات لابسة نفس الخامة ونفس الفكرة بثانية صدقني ما كنت يعني ما خال في بالي ألبسة بثانية غيرت اللبسة وغيرت اللوك كله ودخلت أول ما دخلت يعني أوجهنه بتحية مشاهير العراق نزلوا لي شان يقولوا لي داليا أنت ترين بس ما أعرف على الشنو لا تعرفين عشان ذا شوية باوعتي جواحة تعرفين لا لا ولا خمس دقائق من نزل لي الفيديو على التيك توك همين وده ينزل ده يقول بل شو الضيوف تحضر فقال لي داليا شوفي البيجات اللي دزتلي على الويتساب أنت من اخترتي الفستان ما حسيتي أنه راح يسوي ضجة ما حسيتي أنه راح الناس تحكي بي تعرفون التي نوعية لا بالعكس لأنه أنا سبق وحضرت مهرجانات ويمكن لبسي جدا بسيط ويعني صح هو يكون برينت أو ما ماركة أو يعني بس جدا هاي فمن أفوت أنا أستغرب أشوف أنه شنو لابسين والفتحات والشاكات والظهر يعني سواء مشاهير أو غير مشاهير